موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالرئيس الإيرتري إسياس أفرقي مرحبا ناسية الرئيس لنبدأ بندخل الموضوعات مباشرة ماذا حققت إيرتريا بعد كل هذه السنوات من الاستقلال؟ ماذا حققت الثورة الإيرتريا بعد 18 سنة من الاستقلال؟ الحديث عن بناء أمة في إطار هذا المفهوم نتكلم عن ما حقق سياسيا كاستمرار لبناء أمة مع ثقافات متعددة قبائل وديانات هذا الأهم إنجاز ما حقق للحرب في فترة تحرير 18 عام فترة الاستقلال دعمة المكتصبات إثناء الثورة الجوانب الاقتصادية والإعمار من جانب الحديث عن منجازات قد يسعب أنه بدأنا من تحت السفر 30 عام من الحرب دمرت البنية التحتية فرص دعت لي أكثر من جيل إعادة تكوين وإيجاد بنية تحتية تساهم في خلق مناخ للتنمية والاستثمار أخذت مننا مجهود كبير وأقدر أقول أنه حققنا أشياء لكن متوادع بالمقارنة مع الأهداف التي نطمح نسأل إليها البعض يتسأل سيادة الرئيس ويقول بلد مثل أريتريا يعني عاش كل هذه السنوات من الحروب وقدم كل هذا العدد الهائل من الضحايا في هذه الحروب خاصة في حربه ضد إثيوبيا لماذا بعد الاستقلال دخل في أكثر من مناوشة عسكرية دخل حتى في حرب مسلحة مع إثيوبيا استمرت لسنتين يعني بلد يعرف كل هذا التاريخ لماذا يكرر التجربة كل مرة اللي يعرف الحرب لا يعشق الحرب ومثل إريتريا بعد كل هذه التجربة الوضعنا اللي بدأ بشكل دائف خلق عقلية عند جيراننا أقدر أقول نزعى للاستفزازات والتدخلات ما كانت في هناك مشكلة حدودية في البحر الأحمر بين الأنزمة الإثيوبية اللي كانت تستعمر إريتريا واليمن زهرت هذه الأملية فجأة ما كانت بمبادرة إريتريا كان من حقنا أن أكون لنا موقف وهذه أدت إلى مشكلة حسمت في حينها الأوضاع في إثيوبيا معروفة تاريخيا هذا النزام اللي موجود في أديس أفتعل مشكلة الحدود أصلا ما كانت موجودة لأن الحدود بين إريتريا وإثيوبيا مرسومة من القرن التاسع عشر بالاتفاقيات الاستعمارية ما كان لنا دور ولا رأي ولا موقف ولا حتى طبعا أنه فقط نعفو للمقاطعة ولكن دون الخوض في تفاصيل ما جاربينك وبين إثيوبيا بكلمات موجزة هل لك أن تقدم لنا سياستكم الخارجية خاصة الإقليمية مع الدول الفاعلة ما هي أسسها على ماذا تقوم بيئة آمنة عفوا فقط سألت السؤال بشكل أحيانا نشاهد بأن سياسة الإريترية تصل إلى درجة التضاد إلى النقيل بالعاكس هذا يعني شوف العقلية الآن الإعلام أصبح مؤسر بشكل كبير في ودع صورة معينة لبلد ما أو لشعب أثره هذه الحملات تخلي أندي المراقب من بعيد صورة مشوشة بشكل لا يتصور الإنسان الواقع شيء وبالعكس العملية السياسية الموجودة في هذا البلد والواقع السياسي المصطوى التطور الذي حصل والإعلاقات مع الدول المجاورة نحن من من التاريخ عذرني سأقاطعك كثيرا في هذا اللقاء نظرا للوقت كما تعلم ولكن فقط أكيدا لما قلته قبل قليل يعني أنتم دخلتم في خصام مع السودان وصل إلى درجة قطع العلاقات وحجد الجيش على الحدود ثم كنتم أول من استقبل الرئيس بعد قرار محكمة الجنايات الدولية في سنوات الماضية قدمتم نفسكم بأنكم الباب الذي سيصد أي مد إسلامي في المنطقة خاصة بعد ثورة الإنقاذ في السودان أو مجرى في أكثر من المنطقة أو في أكثر من مكان في المنطقة ثم كنتم أكبر من يدعم المحاكمة الإسلامية في الصومال وأنتم الآن متهمون بأنكم تدعمون حركة شباب المجاهدين في الصومال أليس هذا تضاد؟ أليس هذا تناقض؟ بالعكس بالعكس المشكلة في السودان التي أعرفها جاءت ثورة الإنقاذ لنشر أيديولوجية معينة هذه الأيديولوجية كانت بمثابة مشكلة حقيقية للسودان نفسه ومشكلة للدول المجاورة أريتريا من دمن دول التي كانت مستحدفة كان من حقنا أن ندافع عن استقرارنا ووضعنا وعلاقتنا بالسودان القضية ليست إسلام ولا الأيديولوجية من حيث هي القوة السياسية التي تحاول تستفيد من هذه الأيديولوجية يجب أن تراعي ظروف محلية أقليمية ودولية التطرف شيء والإسلام شيء آخر شيء آخر ما موجود في السومال هو كفاح للشعب السومالي السوماليين مسلمين كلهم ما لعب أن السوماليين يتجاوزوا سياسة العشائر والقبائل ويعتمدوا على إسلام كوسيلة لتوحيد السوماليين وتجاوز المحنة التي عاش فيها الشعب السومال 18 عام الموقف ليست مع الإسلام أو مع الشباب أو مع أطراف بعينها في السومال بل إنما الشعب السومالي يجب أن يلقى حقوقه بأي وسيلة أنتم متهمون بأنكم قدمتم سابقا قدمتم الدعم أو أسستم تحالف إعادة تحرير السومال في أصمرة وقدمتم لكم دعما سياسيا وماديا وأن الوضع في السومال سياسيا لم يتحرك إلا بخروج شيخ شريف شيخ أحمد عندما كان في أصمرة فقط عندما خرج من أصمرة تحرك الوضع سياسيا وانتهى في النهاية إلى ما هوهليه الآن أصبح شريف شيخ أحمد رئيسا لسومال وأصبحت هناك حكومة وأصبح هناك وضع مقبول دوليا يعني ما تردون على هذا الاتهام وله مقبول دوليا السؤال ليست أشخاص لا شخص شريف ولا عبد الله يوسف ولا عبدالقاسم صلاة كانت في حكومة عبدالقاسم صلاة أطاحوا بها بحجة أنه أعداء البرلمان إسلاميين جاءت حكومة عبدالله يوسف من الخارج وكانت رفدت وعلى حساب الحكومة أو الوضعية التي كانت في مقبول ديشة في 2006 باعتبار أن هذه الحركة تمثل إسلاميين أو المحاكم تم الإجتياح والتدخل الخارجي في السومال وزيلة الحكومة لعبدالله يوسف جاءت حكومة جديدة نحن لسنا مع الحكومات التي تأتي من الخارج لسنا مع الحكومات لمقضيشة القضية هي قضية الصومال قد لا قضية أشخاص ولا قضية أحزاب من يعتقد أنه في حكومة مستقلة ذات سيادة في أرض الصومال في يظهر علنا هذا الموقف من يعتقد أنه في حكومة في بونتلان في قوة سياسية أقليمية ودولية تريد أن تزل لصومال كما هي مجزعة إلى كانتونات دون أن تكون في حلو هذا هو الحل الأشيء الذي يطلب الحل يجب أن يكون هناك اجتماع أو مؤتمر أو عملية سياسية تدم الحكومة في أرض الصومال الحكومة في بونتلان القوة السياسية في جنوب الصومال بما فيها قوة سياسية في كيسمايا وفي مقضيشو وفي بايدو وفي غيرها هل في مانع ليه مثل هذا المؤتمر؟ عن هذا المانع لماذا لا يُعقد مؤتمر لكل الصوماليين وتطلع حكومة انتقالية تمثل أرض الصومال فونتلان ومقضيشو وكل المناطق الصومالية هل أنتم مستعدون يلعب هذا الدور؟ من خلال علاقاتك المتميزة بالمعارضة الصومالية؟ لا 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 يمكن أن نلعبها لوحدنا العملية تحتاج إلى جهود تتزافر في إيجاد المناخ والأرضية أولا ثم خلق هذا المناخ لأن يحلوا الصوماليين مشاكلهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية ودون أملاءات هذا الشيء المطلوب إلى متى ستستمر الأمور بهذا الشكل إلى متى ستستمر أرض الصومال دون أن تكون في أي اعترافات من أي طرف كان إلى متى ستستمر الحالة في بونتلان إلى متى ستستمر الحكومات الانتقالية الفدرالية والكونفدرالية التي تأتي من الخارج دون توكيل أو دون أي شرعية من الشعب الصومالي إلى متى ستستمر هذه العمليات تؤثر سلبا على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ما هي علاقتكم بالمعارضة الصومالية؟ هل هي مجرد دعم سياسي موقف منكم تجاه المعارضة؟ أم أنكم تدعمونهم ماديا؟ شوف العملية ليست دعم مادي أو أسكري أهمنا هو أن تعود الأمور إلى مجرهة صحية عشرين عام تقريبا الآن لا دولة ولا حكومة ولا سيادة ولا استقرار في الصومال أعفوا فقط سيادة الرئيس هل أفهم من إجابتك بأنكم لا تنفون أنه يعني يمكن أن تكون إمكاني أنكم تدعمون المعارضة ماديا؟ ليس معارضة مين معارضة لمين مثلا؟ يعني معارضة مين لمين؟ نتكلم عن من بقية من المحاكم الإسلامية نتكلم عن شباب المجاهدين بشكل خاص؟ شوف هم أغرب لبعد شباب الحزب الإسلامي والفئات الأخرى في الحركة الإسلامية في الصومال أدت اتجاهات ما في حركة واحدة وهذه الحركة كانت ماشية في اتجاه خلق مناخ لتوحيد الصومال وإيجاد أرضية للمصالحة في الصومال كل يوم يبرز شخص يكون حكومة وتكون في معارضة نحن لا مع الحكومة ولا مع المعارضة مع الشعب الصومالي وإيجاد حل هذه المشكلة ولكن لم تجيبني عن سؤالي إذا فيه إمكانية لو كانت عندنا إمكانيات كنا سندعم الشعب الصومالي بما يتوفر منها من الإمكانيات عاد مؤخرا شيخ طهر أويس إلى مقدشه البعض يقول بأن هذا تحرك من أجل خلق معارضة أقوى من الداخل من داخل الصومال لشريف شيخ أحمد الرئيس ولحكوماته بالعكس لو حد يعرف توازن القوة السياسية في مقدشة نتكلم في مقدشة وليس خارج مقدشة شخ حسن تهر من أقوى الشخصيات في الصومال في هذه الجغرافية إذا في قوة تعتبر معارضة لشخ حسن باعتبار أن أوزانها محدودة في هذه المنطقة إذن يعني يحق أن يكون في حديث حول معارضة أو غير معارضة هذا الشخص كان جزء أساسي من التركيبة للحركة الإسلامية في مقدشة ما فيش تمييز بين هذا الشخص وهذه الشخصية ومعارضة أو حكومة هذه من الحملات والترويج لتشويش الوضع ولفت أنظار الكثيرين في قضايا فرعية مش قضايا أساسية في السورة إذا نقف عند هذه النقطة سيادة الرئيس لنعود ونستكمل بقية الملفات ما يتعلق بعلاقاتكم والإقليمية أيضا وبالوضع الداخلي هنا في إيرتيا ولكن بعد فاصل القصة إذن فاصل القصة مشاهدين الكرام نعود بعده للحوار في هذا اللقاء الخاص مع الرئيس الإيرتري إسياس أفرقي مشاهدين الكرام أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعون بالرئيس الإيرتري إسياس أفرقي ونواصل معه استعراض جملة الملفات الإقليمية كمنا قبل الفاصل نتكلم عن الوضع في الصومال وفي هذا الجزء من هذا اللقاء سوف نتناول علاقاتكم الإقليمية مع جاراتكم إثيوبيا والسودان أيضا كملف مطروح بشكل قوي وعلاقاتكم بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالشأن الداخلي الآن لأنه سمعنا الكثير أن هناك عملية تخويف أو إعطاء انطباع بأن المنطقة غير مستقرة أمنيا من أجل إبعاد الاستثمارات الخارجية مثلا عن إيرتريا وأن هناك دعاية تقوم بها جهات أخرى من أجل وضع البلد في حالة من الاضطراب والفوضى وبالتالي إبعاد أي مستثمر تخويف الآخرين من إيرتريا هل هذا هو الأدف أم أن هناك فعلا إمكانية عودة الحرب واردة باعتبار أن سياسيا البلدين ربما قد يلجآن إليها ليس بالضرورة لأسباب واضحة تاريخية وأسباب حدودية ولكن أسباب تتعلق بكل نظام داخل كل دولة الترويج حول الحالة حالة التوتر غير واقعية ظللنا صامدين وصابرين متريسين لأكثر من ستة عوام بعد القرار للمحكمة إثيوبيا لا زالت تحت الأراضي إيرتريا زاد سيادة بعد التحكيم كان بالإمكان دخول في الحرب مجرد صدور قرار من المحكمة ستة عوام نرجو من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتطبيع هذا القرار القانوني خيارنا كان ندال قانون سياسي إلى هذا اليوم الترويج عن حالة التوتر هو جزء من سياسة واشنغتن والحكومة في أدي ساببا الغصد منها استقلال حالة التوتر النفسي من خلال الإعلام والترويج الدبلوماسي وخلق ودعية بإمكان أو بسهولة المكان لإدارتها الآن في إدارة جديدة في واشنغتن لنرى ما حتى تكون سياسة هذه الإدارة هل هي نفس السياسة التي اعتمدت لأكثر من ثماني عوام وخلق مشاكل في منطقة القرن الأفريقي مرة مشكلة سومال مرة مشكلة سودان مرة الحدود الإيرترية الإثيوبية وإدارة كل هذه المشاكل والآزمات هذه كانت سبب كل هذه المشاكل الموجودة في المنطقة عن الترويج الإعلامي تحديدا نقلت إحدى الصحف الغربية خبر بأن طبعا في العلاقات الإيرترية الإسرائيلية أن هناك قاعدتان عسكريتان استخباريتان إسرائيليتان داخل الأراضي الإيرترية الخبر صحيح أم كاذب؟ خذ المعلومات من المستر أولا خذ المعلومات والمعلومات ستحدد لك المكان والموقع بشكل دقيق وحنوديك نفس المكان تشوف بعينك إذا كان هناك في قاعدة أو هذا ما فيش قاعدة إذن لا وجودة لقواعد إسرائيلية داخل التراب الإيرترية إفتعالات زللنا نسمعها بين حين وآخر واستمرت حتى صدقوها فالخيار الأسهل هو أي مشدر كان يدعي أن هناك قاعدة أو كانت قواعد موجودة أو لا زالت في قواعد موجودة يحدد هذا الموقع تكون في لجنة تحقيق من أي مكان تمشي تذهب إلى الموقع وتؤكد هذه العملية قيل أيضا بأن الطائرات التي قصفت القافلة التي كانت تنقل ما يقال بأنها أسلحة وأن تم قصفها من قبل ما قيل بأنها طائرات إسرائيلية أنها انطلقت من إيرترية إلى أن الخبر الأول ينفي الثاني بشكل مباشر أصبحت مألوفة عند المروجين لهذه الأكاذيب يختلع في ابتكار قريب في أن طائرات انطلقت من هنا لدرب مواقع في الحدود المصرية السودانية هل هي طائرات إسرائيلية؟ هل الإسرائيليين أكدوها؟ أنطلقت من أي موقع؟ هل علمتم بها؟ بهذه الضربة؟ علمنا بها يمكن في حوالي 24 ساعة لأنه بعد حدوثها كانت هناك إسابات أنت شباب إيرترييين كانوا من دمن القافلة في التجارة البشرية زي ما قولوا في المعلومات تتناقل بين دقائق و ساعات في هذه المنطقة من أين جاءت هذه الطائرات؟ كيف حددت الموقع في الساعة الثانية صباحا؟ في موقع اسمه جبل أولاد بين الحدود السودانية والمصرية وماذا عن النوعيات للطائرات؟ من أين أتت هذا اللغز موجود؟ إذا كان الإسرائيليين هم المسدر فهل يتفد الإنسان يسأله ومن طلقت هذه دائما في ظل هذا النطاق أو المعلومات المشبوهة والغير مؤكدة أنتقل من العلاقات الإسرائيلية الإيرترية إلى ما يقال عن علاقات إيرترية إيرانية متميزة هناك استثمارات بأن الإيرانيين موجودين في إحدى الموانئ الإيرترية وأن حتى بعض المصار الإسرائيلة قالت بأن الإيرانيين استغلوا حاجة الرئيس للمال استغلوا هذه الفرصة ودخلوا على هذا الخط وأنشأوا علاقات متميزة بين قوسين مشبوهة في إيرترية في سياساتنا الخارجية في مسلمات ما فيش ارتزاء واحد ولا ندخل في محاور ولا نكون نخدم بعمالة لمسالح أغليمية ودولية هذا جزء من ثقافتنا السياسية ومرفوض علاقتنا بإيران عمرها لا يتجاوز سنة سنتين تقريبا علاقة إيران بالسودان بأتيوبيا بجبوت بكينيا منذ عقل تقريبا موجودة واستثمارات وعلاقات تجارية بين إيران ومن هذه الدول لا توجد حتى نتحدث عن علاقات تجارية استثمارية بين إيران وإيرترية خلال سنة سنتين يا دوب الأمور بادئة الآن كيف يمكن أن تكون قواعد إيرانية أو نبيع كرامتنا من أجل حفنة من الأموال تأتي لا من إيران ولا من غير ونسمح لدول أو قوة عسكرية جنبية أن تكون لها قواعد فيه هذا شيء غير موجود حقيقة تصيبكم الكثير بشكل شخصي الكثير من الدوائر الخارجية ووسائل الإعلام الخارجية وعفون على التسمية بالرئيس الدكتاتوري هل أنتم كذلك؟ هل تسكن في هذا القصر الفخم؟ هل تسكن هنا؟ الحديث عن الموضوع هذا شيء مخجل أنا لا أتحدث عن هذه العملية ولا أدعي أنه ديمقراطي أكثر من غيري لكن أنا رئيس من أبسط الرؤساء ورئيس متوادع عايش على قد حاله مع شعبه وبدأ شعبه ولا أحتاج أن أكون دكتاتور لأن هذا الشعب لا يحتاج إلى دكتاتور ولا يستقبل ولا يقبل بالدكتاتور على ذكر الشعب الإيرتريا أيضا متهم النظام في إيرتريا بأنه يزكي ويبجل قومية على بقية القومية التسع في إيرتريا وأنه خاصة القومية التجرينية هي المسيطرة على مقاليد البلاد وأنها مبجلة في كثير من المسائل حتى أعطوا بعض الإحصائيات مثلا في التعليم أنك تجد مثلا كل مثلا عشرة من التجرين ربما يقابلهم واحد من بقية القوميات هل هذا صحيح أيضا؟ أرى الإحصائيات موجودة متوفرة لديك ولمنظمات دولية أن أردت يمكن تتجول في إيرتريا كلها من الشمال للجنوب من الشرق للقرب حتى تشوف قوة هذا الشعب هو وحدته وتعايشه وثقافته اللي ما تميز بين هذا الدين وهذاك الدين أو بين هذا الأرقى وهذاك الأرقى يعني القوة السياسية في هذا البلد تتميز عن أي واقع في المنطقة هو الوئام والتعايش والاحترام المتبادل والحقوق للمهمشين إذا كان البلد في كل هذه المقومات الديمقراطية وحكم متوازن وتوازن بين القوميات لماذا كل هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين الإيرتريين فقط في سنة 2008 أكثر من 23 ألف لاجئ في سنة واحدة في المراكز اللاجئين طبعا حسب تقضيه بعض الإحصائيات وأنا لا أكدها ولا أم فيها هذه إحصائيات أمريكية ومفبركة ومبالغ فيها لكن المهم هو لماذا كل هذه الترويج وكيف يتم تهجير الشباب هذا يعني مقدمي الشكوات لمؤسسات دولية بالجريمة التي ترتكب في التجارة أو الرقب تقريبا البشرية في هذا العصر الذي نعيش فيه هذه عملية منظمة في جريمة ترتكب في حق هذا الشعب وهذه الجريمة تشارك فيها مؤسسات استخباراتية أمريكية، إنجليزية وغيرها واليوم الواقع هو أن هؤلاء الشباب اللي راحوا مثلا إلى أوروبا أو بعد المواقع بحجة أنه في هناك حياة وفرص عمل متوفرة لهم عايشين في معسكرات والسجون فقط نختم في أقل من عشر ثواني كلمة أخيرة لمشاهدية الجزيرة الجزيرة يجب أن تعمل تقطية يمكن الفترة كانت وجيزة خلال نصف ساعة أو عشرين دقيقة تقطية كل الأمور صعبة جدا وأرجو من الجزيرة أن تنقل الحقيقة للمشاهد من خلال تقطية قد تأخذ ساعات وأيام وأتمنى السورة لهذا البلد ستكون حقيقية بعد هذه التقطية إن شاء الله نشكرك سيادة الرئيس بأن تحتلنا هذه الفرصة هذا اللقاء الخاص الذي جمعكم بمشاهدي الجزيرة من خلال برنامج أو لقاء خاص إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء والذي جمعنا برئيس السياس أفرقي رئيس دولة إيرتريا نرقاكم في لقاء آخر بإذن الله في المستقبل القريب إلى ذلكم الحين دمتم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة